إيه بقى موضوع الوزن المثالي؟ وهل هو أسطورة؟ أولا ممكن يتحقق أولا إيه؟ لا لا ممكن يتحقق بس خلانا لأول كلمة الوزن المثالي دي هتخدنا في نقطة مهمة جدا إنت عايز إيه؟ يعني عايز توصل لإيه؟ زي ما كنا بنتكلم قبل هو إنت عايز حاجة تظهر عليك؟ ولا عايز حاجة ممكن ترضيك نفسياً؟ ولا عايز توصل في الآخر في آخر التجربة؟ إن أنت مثلا تبص في المراية فأنا مرتاح أنا جسمي كويس أنا كنت بالبس مقاسة 40 بقيت بالبس 35 إنت عايز إيه من التجربة؟ لفظ الوزن المثالي للأسف لما تيجي تتكلم عليه رقمياً هو الموضوع قاسي شوية يعني أنت بتتكلم لو شخص طوله 160 سنتي فوزنه المثالي رقمياً 56 كيلو تقريباً فلما تيجي تقول لي واحد وزنه مثلاً 90 كيلو طوله 160 سنتي أنا عايز أوصلك لـ 56 كيلو فالموضوع مرهق نفسياً أنا لسه هنزل كل ده 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 أنا طول عمري عند الـ 65 كيلو ما بقدرش أنزل أكتر من كده ويبدأ بقى الشيطان يتملك منه فتبدأ القصة تبقى صعبة هي الفكرة كلها ببساطة جديدة جداً لازم تعيش حياة صحية ده رقم واحد ده المقام الأول رقم اتنين أنت توصل لمرحلة أنك توف قدام نفسك قدام المراية أنا مبسوط مش متداي ده راضي عن شكل لأن أوقات بيبقى ظروف المجتمع حوالينا بتفرض علينا حاجة معينة اللي هو إحنا دلوقتي مثلاً أن الموضة أنت تبقى رفيع جداً جداً فتلاقي بقى ده الموضوع الهوس ياخدنا في الحتة دي حتى لو وصلنا لنا مش مهم يعني أنا مهم إن أنا بقى وزني 50 كيلو صحيتي كويسة شكل كويس بشريتي كويسة شعري حلو ما بيقعش لا مش مهم أنت وصلني لدرجة أن أنا بقى 50 كيلو اللي هو لأن المجتمع فرض علي الصورة دي فإحنا مفروض بدورنا إن إحنا بنوضح للناس أنا يفرق معي كتير أولاً أن إحنا مثلاً مقاس لبسي مقاس لبسي هو المعيار هو ده الوزن المثالي إن أنا بلبس مثلاً طول عمري بلبس مقاس 30 فأنا طول عمري هفضل على التلاتين وهيبقى هو ده المعيار بتاعي لو بدأت أزيد عن كده وبدأت أجيب مثلاً حاجات مقاسات أكبر فأعرف إن أنا في محكي يعني عندي في مرحلة خطر أبدأ أرجع للقصة